من أصل 149 دولة شملها مؤشر الازدهار الذي أعده معهد ليغاتوم البريطاني حل العراق في المرتبة الثالثة والأربعين بعد المائة عالمياً من حيث الازدهار والرخاء لعام 2018 العراق حصد المرتبة الأخيرة عالمياً بشأن السلامة وتحقيق الأمن والتي تصنف دول العالم على أساس توفير الدولة للأمن القومي والسلامة الشخصية لمواطنيها فيما انخفض مجدداً مستوى الجودة الاقتصادية في العراق لأحلف المرتبة قبل الأخيرة في التصنيف انخفاض مستوى الجودة الاقتصادية أمر أكد مراقب أنه يبرر أسباب عزوف المستثمرين عن العمل في البلاد ذلك لأن مؤشر معهد ليغاتوم يعمل على قياس البنية التحتية للأعمال التجارية ومرونة سوق العمل التي يفتقر لها العراق بسبب الفساد الحكومي المستشري في جميع مفاصل الدولة وسوء التخطيط والإدارة أما انتهاك الحريات فقد كان للعراق بصمته فيه حيث سجل مراتب متدنية في مؤشر الحرية الشخصية وحل في المرتبة 141 على مستوى العالم لأسيما بعد انتهاك الحقوق القانونية الأساسية والحريات الفردية وانعدام الديمقراطية واحتكار الأحزاب الحاكمة جميع المناصب السياسية في الدولة لصالحها قطاعات الصحة والتعليم كانت أيضا في ذيل قائمة دول العالم التي تناولها مؤشر ليغاتوم بسبب استمرار الإهمال الحكومي للمستشفيات والمدارس ودمار البنى التحتية فيها بشكل كبير ولم يكن هذا آخر المطاف ببلاد الرافدين التي كانت قبلة العالم حيث لم تسلم البيئة من الانهيار إذ جاء العراق في المرتبة السابعة ما قبل الأخيرة في نوعية البيئة الطبيعية بين بلدان العالم وذلك بعد تلوث بيئته جراء العمليات العسكرية التي شنتها القوات الحكومية والأمريكية في العديد من المحافظات العراقية باستخدام شتى الأسلحة حتى غدت أرضه حقل تجارب لكل سلاح فضلا عن انتشار جثث القتلى وعدم رفع الأنقاض في تلك المناطب